صباح الخير او مساء الخير يا برج الجدي. طب يا برج الجدي اه خلينا شوف كراءتك العاطفية. اه انت في طاقة الجاجمنت. والفايف اف كابس والفور اف سوردس. اه ممكن يكون اه في علاقة انتهت. الفترة اللي فاتت دي. وما دالت هزي العلاقة اه مؤثر عليك. او كانت منتهية وبعد كده تم الرجوة مسلا رجعته البعض تاني. خليها نشوف برضو كله هيبان من هنا. اه وممكن تكون اه في صحوة جواك اه بدأت اه يعني بدأت ان انت تشعر بيها اه في هزي العلاقة يعني. اه وممكن يكون رجوع برضو. لان اعتقد انتم مفرقين بعض بقالكم او ده. وبعد كده تم الرجوع مرة تاني. فخلينا نشوف طيب هنا شهر الشريك ايه? ده زعلان منك قوي. ده ده انفصال بقى انتم مفاصلين عن بعض. وانفصال حقيقي. انتم ممكن تكونوا كنتوا زعلانين من بعض. وانفصلتم انفصال حقيقي. يعني خلاص مثلا انت عملت بلوك وهو عمل لك بلوك او انفصال في محكمة. وهو اخذ الاولاد مثلا او حاجة زي كده. طيب خلينا نشوف كده. طقطع غريبة شوية. عزا الشخص ما شعروا ايه تجاهك? ده يومت هنا. الشخص ده بيفكر فيك قوي. وانا هخلي دول على جنب كده بس. عشان انا بقى يجو معايا. بيفكر فيك قوي 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 قوي. وانت شاجل جزء كبير قوي من تفكير هزا الشخص. ممكن تكونوا بالفعل انت رجعته لبعض. بس هزا الشخص مش عارف. الشخص ده على فكرة غريب شوية. اذا هرمت هنا معناها انه ممكن يكون بيفكر في مشاعره مش من ناحية العاطفية. ده بيفكر هل انت بالفعل مثلا بتحبه ولا لأ. هو على فكرة مش متأكد كنت انت عايزه اصلا ولا. وممكن كمان بيفكر بشكل مش عاطفي خالص. هو راكن مشاعره اصلا. وداخل جوازاته قوي. داخل جوازاته قوي. وعمال يفكر. هل يستنى ولا يبص القدام. يعني يديك ظهره بقى ولا يبص القدام ولا يكمل معاك ولا. يديك فرصة تانية مسلا. ممكن تكون انت بالفعل رجعته تتكلمه بعد زعل مسلا. وانت عرضت عليه مسلا ان احنا تبتعالى تبتعالى مسلا ندخل العلاقة وندي فرصة تانية لهذه العلاقة. فهو ان كنت بالفعل رجعته لبعض. فما زال هذا الشخص بيفكر تفكير. الشخص بيفكر تفكير سلبي على فكرة مش ايجابي. بيفكر تفكير سلبي فيك. يعني مش سلبي لهو بيجتمعك في باله. لا. هو الحقيقة في دماغه بيتخنق معاك. شوف بقى المفاجأة. هو في دماغه داخل دماغه هو بيتخنق معاك. بص فيه جوه دماغه فيه فيه خناءة. مش بقولك الشخص ده مش سوي نفسيا مش مريض نفسي. لكن في الحالة دي هو مش سوي نفسيا. بيفكر تفكير سلبي قوي قوي. وشعر بان العلاقة دي مش هتكمل. مسلا يعني انتو رجعته بالفعل. رجعته كل حاجة تمام وتأسفته البعض وكل حاجة. لكن هو داخليا هو مش عارف يحط رجله فين. اه انا بحبه ولا بكره. عايزه او ولا مش عايزه. عنده 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 كلام كتير هزا الشخص ده. الشخص ده ده كله عصيوة معصيوة. انا فيش كبات خالص. خالص. حتى حتى هو اذا هرمت هنا برضو. بس مسك عصايا برضو. اه ده ممكن تكون تعمل مع حد برج ناري مسلا. او جوزاء. ترابي. اه حمل. برضو جوزاء او دالو. اه بس. هو داخليا مش عارف يثبت على مشاعر محددة لك. من الاخر كده. ولا هو اصلا مش متأكد منك. الشخص ده لو كان برج العزراء. اه فخلي بالك ان برج العزراء شكاك شوية. يعني بيشك فيه كلام اللي معاه. يعني انت مسلا كبرج جاتي لو قلت بحبك يبقى بحبك. وحشتين يبقى وحشتين. عايزه ارجع يبقى عايزه ارجع. انما هو ممكن يكون هيرجع عليك مرة تانية هيدخل في العلاقة تاني. اه ولكن داخليا هو بيبحث عن اجوبه. وعنده اسئلة. اذا هرمت ده شخص ده كاهن. اه بيدخل في الكهف بتاعه ينعازل عن الناس عشان يجاوب على اسئلة جوه دماغه هو. جوه عقله هو. فهو عنده اسئلة كتير اوي هو مش عارف يقولها لك. يا مسلا عايز يقولك احنا احنا هنكمل نروح فيه مسلا. طب بعد كده ايه اللي يحصل في العلاقة? طب الخطوة الجاية ايه? بيحب آآ يفكر الاول وبعد كده يشغل قلبه. انما هو مش يشغل قلبه قبل عقله ابدا. هو ما زال عقله عنده اسئلة ملهاش اجابه. فلو شخص ده بيتعامل معاك آآ بمعاملة جافة شوية آآ يبقى هو بلسه ما لقاش الاجوبة اللي هو في دماغه. آآ بس انا مش عارفة هو مش عارو ايه بالزبط ليك? هو بيفكر فيك. بس بيفكر فيك مش تفكير آآ حب. مش اشتياء. لا التفكير اللي هو العلاقة دي راح فيه. طب وبعد ما نركب. طب لو رجعنا هتحصل نفس المشاكل اللي حصلت قبل كده ولا? طب لما حب همشي من العلاقة همشي هروح فين? دي 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 مشاعره دلوقتي. ممكن كمان ديرمت كمان مش معناه ان هم شغل مشاعره اصلا. طب معناه ان هم مشغل عقله بس. بيفكر بس هيروح فين بعد كده. الزر ان انت عاده في الشقة ولا ايه هو خاف يضطرد منها. طيب. آآ هو شايفك ازاي؟ هو شايفك ان انت شخص مستقر جدا. اعتقد يا برج الجدي الشخص ده على فكرة انا مش عارفة يا جات لكده مرة واحدة لما مقلود كده بس ببصلها كده. الشخص ده ممكن يكون اقل منك ماديا. لو بنت مسلا وانت راجل. آآ البنت دي اقل منك ماديا. وانت او عجبت بيها. ودخلته مع بعض علاقة. وبعدين هي المسلا مشت منزل علاقة. لانها حسب ان هي مش هتقدر تكامل معاك. مسلا انت شخص غني. اوي. او عندك عيلة كبيرة مسلا. وهي مسلا عليتها متوسطة. او عيلة ما فيهاش ناس عزماء مسلا او حاجة او مش عزماء ما. بلاش نقول الجملة دي. خلينا نقول مسلا ان هي بتفكر تفكير تحت رجليها كده ما بيقوله. يعني ما بتبصش لقدام. هي بتبص طب انا دلوقتي لو اهلو مسلا ما يوفقش عليها. اصلا انا مش مسلا مش بنت ناس قوي. مش عارفة ايه. ممكن. اا او انت معجبة بواحد. اا تفكيره مدي شوي. ممكن يكون مش معه فلوس. وانت مستقرة مديا جدا. انت شخصية معاك فلوس ومستقرة وابنت رجل مسلا بيملك شركات او رجل اعمال او انت متعلمة وهو لا. حاجة كده لان لان دول مع بعض يحيل بكده. لانه بيفكر جمد قوي. شخص بيفكر الجمد قوي بيفكر في العلاقة ككل. وهو شايفك ازاي شايفك شخص متمكن وجاد ومستقل ماديا وعاطفيا وكل حاجة. كل حاجة. طب هو زعلان منك? زعلان منك ليه? هو ممكن يكون زعلان منك لانك بتحكم عليه بسرعة او مش فهمه. بتحكم عليه بسرعة اوي. اوي. بتقطع. بتقطع مرة واحدة هزي العلاقة. اه انت مش فهمه على فكرة يا برج الجاتي. مش فهم هزا الشخص خالص. وانا انا احاول ان انا اوصل اه شخص ده بيفكر ازاي? او مبدئين شخص ده? لو هو بيخرج من العلاقة مرة واحدة. وما بيرداش يرجع يكلمك مرة تاني مسلا او انت مسلا بتروح تصالحه وتقوله انت بتعمل كده ليه? انت بتقطع معي ليه? انا ممتلكش حاجة يا مسلا تكونوا خارجين في المكان مسلا ورجعين مبسوطين جدا. وتروح مكلمه ميردش ياه في التليفونه. او مسلا تلقي تغير معك مرة واحدة. بتروح تسأل. فانت طبعا بيجي لك طبعا اي شخص عموما مش انت بس اي حد هيلاقي التصرفات دي تروح قطع. قطع معا بقى خلاص انت انت شخص كذاب. انت ما بتحبنيش انت انت بتستغلني مسلا عشان انا معي فلوس او عشان كزا. او انت رضيتي تدخلي في هذه العلاقة وعشان انا مسلا شكل حلو او حاجة. لكن هازل شخص على فكرة. خلي بالك الشخص ده. عنده يأس. شخص ده عنده يأس. عنده يأس منك. مش منك انت. لازم افهم من شخص ده ماله. لازم افهم. حسنت ان انا في فيلم هندي دلوقتي. الشخص ده بيعمل معك كده ليه? لو بيعمل تصرفات غريبة فهو بيعمل تصرفات دليل. انا فكرة الشخص ده بيحبك اوهي. بص يا برج الجادي. هزا الشخص. يا اما شايفك زي ما قلت لك حد اعلى منه. مش هيقدر انه يخش معه في علاقة. يا اما شايفك شخص سوي قوي نفسيا سوي نفسيا وهو مش مستعد للدخول في العلاقة دي. حاجة من الانتين. لانه شايفك مستقر. مستقر جدا. وعارف انت عايز ايه? يعني انت داخل للعلاقة مساء الخير انا عايز احب. هو بيداخل يقول مساء الخير انا عايز اجرب. ده الفرق. فلو هزا الشخص بيعمل معك حركات اف اون. آآ فهو مش مستقر نفسيا. مش مش سوي نفسيا بقى لأ مش مستقر نفسيا. ممكن يكون خارج من تجربة سابقة مأسرة على نفسيته جدا. فمش عارف انه يدخل او يدخل معك زي العلاقة. وطبعا انت مش فهمه. فبتحكم عليه احكام غلط. هو شعر باتجاج بمشاعر آآ. بس هو مش هيقدر يخش في العلاقة دي. مش قادر. او ممكن يظهر لك بانه هيخش في العلاقة. لكنه على فكرة من جواه هو مش سوي. لانه من جواه بص الفايف اف وات. من جواه هو متلغبط. مش عارف هو بيحبك? ولا بكرة. وممكن يكون الشخص ده انا ممكن يكون هذا الشخص مرتبط او في علاقة تعنيه علاقة سلسية.